درشنا سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم المنهج التربوي التعليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة عالي الابتدائية للبنين وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة امتلازمة داون وتوفير فرص التدريب والتعليم للعاملين معهم وأعلن الوزير أن تطبيق المنهج خلال المرحلة التجربية سيشمل عشر مدارس ابتدائية خمس منها للبنين وخمس للبنات يمثلن محافظات المملكة الأربع تمهيدا للتعميم مستقبلا الوزير قال إن وزارة التربية قامت بالاستعانة بشركة خبيرة للخدمات التعليمية وشراء المنهج التربوي التعليمي التأهيلي للأفراد ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة المتوسطة بناء على المعايير العلمية العالمية وعليه سوف يساعد هذا المنهج على تطوير التحصيل المعرفي لهذه الفئة واكتساب مهارات حياتية تسرع من تقدمهم في الحياة العامة وقد تم دراسته من قبل المسؤولين في الإدارات المختصة وأضف أن هذا المنهج سيحدث نقلة نوعية لكونه متطور يراعي الفروق الفردية والعمرية بين طلبة ذوي الإحتياجات الخاصة ويسهم في دمجهم ونقلهم لمراحل متقدمة من التعليم اليوم أعتقد في نقلة نوعية كبيرة في التعليم في مملكة البحرين لهذه الفئة من الأبناء العزاء الوزارة حرصت على استحداث منهج متطور جدا يساعد أبنائنا الطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة على اكتساب العديد من المهارات وهو أيضا منهج متطور إراعي الفروقات الفردية وأيضا المراحل العمرية لا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في دمج الطلاب ونقلهم إلى مراحل متقدمة أيضا من المراحل الدراسية والآن نحن تم تطبيقه في حوالي عشر مدارس تمهيدا لتعميمه ويتضمن كثير من المعلمات التي سوف تساعد أيضا زملائي أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع هولى الأبناء العزاء